أهلا بحضراتكم من جديد بنرحب محلل الرقمي لقناة النادي الأهلي على الأستاذ محمد الباز لنستعرض معاه دلوقتي كل أرقام الفرقين الأهلي والزمالك قبل المباراة المرتقبة القمة بين الأهلي والزمالك في نهاية كأس مصر نهارنا يا أستاذ محمد بسأل خير كابتن أستاذ مزده حضرتك أخبارك إيه؟ كله بخير الحمد لله يعني دايما لو نيجي نتكلم على الأرقام بين الأهلي والزمالك بتاخدنا شوية دايما للتاريخ يعني المفروض نركز أكتر على الأرقام الفنية واللي بتعكس الفنيات عند الفريتين والتاكتك والشكل أو التصور اللي ممكن يدخله بين مباراة النهاردة من واقع الأرقام وتحليلها في آخر مثلا مواجهات ما بين الأهلي والزمالك أو مشوار الفريق سواء كان محليا الفريتين يعني سواء كان محليا وأفريقيا فدايما بيأخذنا الكلام والأرقام بتاخدنا دايما نرجع شوية للتاريخ ومواجهات النادي الأهلي حضراتكم اتكلمتوا فيها بكل التفاصيل ولكن دايما الأهلي بيخلق دوافع حضرتك قلت من شوية طبعا مارسل كولر وتفوقه في التلات مباريات في مواجهة النادي الزمالك حتى الآن تلاتة فوز وعمل أرقام كبيرة جدا ولكن الدافع لكن لازم أقف عند نقطة وعايز أخذ رأيك فيها في المواجهات كولر مع الزمالك في المباريات السابقة قال إن دايما المباريات رغم إن أنا أكسب تلاتة مواجهات لكن المباريات صعبة دايما احترام المنافس هو هو العامل الأساسي قبل أي مباراة رأيت في تصرحات كولر قبل مباراة اليوم يعني دايما المدربين الكبار بيبصوا للماتش كل مباراة على حد ما بيبصش دايما للتاريخ هو دايما يذاكر ويحلل أرقام الفرقة الخصب علشان يقف عن القاتل الفنية دايما بيبصي أبديتز فيه تطورة كابتن أسام لو هو اعتمد على التاريخ وإن أنا فوزت تلات مرات وكان فيه فرق سكورز كبيرة وأهداف كثيرة لا حيب فيه شوية ما فيهش دوافع للفوز دايما مارسل كولر بيركز على المباراة خاصة طبعا مع قدوم يعني نتكلم في صفقات جديدة لفريق للزمالك ودير فني جديد نتكلم في فريق نقدر نقول لعب جديد شكل جديد طريقة لعب جديدة اعتمدات حتى شفناها من بداية من طرق البيلد أب طرق الاختراقات طرق مختلفة جدا بيحاولي ترجمها المدادر بالجديد لنادي الزمالك عشان كده مارسل كولر حيركن كل الكلام ده كل المواجهات الأخيرة ويركز على المباراة بتاعت النهاردة احنا عايزين بس نقول أنه كان فيه مواجهات كثيرة جدا احنا نتكلم من الأهل والزمالك لعبه يعني نتكلم فيه عشرين يعني خلينا أقول لك تسعتاشر مرة في الفاينال تسعتاشر مرة في فاينال نهاي كاس مصر كان فيه تسع فوز للأهلي وتسع فوز للزمالك وفيه مباراةين طبعا هم التساوي بها أول لقب تساوي بالتعادل ما بينهم مناصفة ما بينهم فبالتالي ده أول خلق هنا للدوافع للتحفيز إننا لأ احنا عايزين نكتب تاريخ جديد ده رقم واحد رقم اتنين لما نبص على مواجهات الفاينالات ما بين الأهلي والزمالك نتكلم على آخر خمس مبارايات أو خمس لقاءات يا كابتن أسامة كان فيه تفوق شوية للناد الزمالك يعني آخر ثلاث مبارايات لو نستعرض مع بعض المواجهات الأخيرة آخر خمس مرات ما بين الأهلي والزمالك كان فيه آخر ثلاث مبارايات مثلا فوز للناد الزمالك على حساب الأهلي وكان المباراتين اللي كان في موسم 2005-2006 كان فيه اتنين فوز وراء بعض للناد الأهلي في الفاينال كاس مصر نحن بركز النهاردة على كاس مصر بالأخص فبالتالي فيه دوافع جديدة جدا أنه إحنا زي ما قلنا التركيز على الأرقام الفنية حاجة والتاكتك حاجة بس دايما المباراة للأهلي والزمالك وحددتها كسير اللي اللي عارفين الحالة في يوم المباراة الحالة في يوم المباراة فنربط شوية تاريخ خلاص اتكلمنا على المواجهات فبالتالي فيه دوافع جديدة ناد الأهلي نكتب تاريخ جديد بالنسبة بقى للحالة المباراة النهاردة وشكلها وأرقامها دايما بنبص دايما على آخر مثلا خمس مباريات شوفنا الجومز مدرب الجديد آخر ثلاث مباريات هو أول ثلاث مباريات ليه يعني لا الشكل بقى مختلف دايما الاستحواز عالي ليه لأن عدد التمريرات بتاعة البصات في الملعب بتفوق الستمائة تمريرة في المباراة يعني بنتكلم على معدلات يعني إذن النهاردة مدرب بيعتمد على الاستحواز داخل الملعب بظبوط وصل لتسعة وستين وثلاثة وسبعين في المية في الاستحواز في آخر ثلاث مباريات بغض النظر أن الخصم كان فريق مش القوي أو الحتة التنفذية ما كانتش عالية ولكن بنتكلم لا هو الفكرو فلسفته بيلجأ للاستحواز بشكل كبير جدا تخطى تسعة وستين وصل لتين وسبعين في المية من الاستحواز عدد التمريرات تخطى الخمس مئة وخمسين تمريرة البلد أبع عنده بيعملها بطريقة مختلفة تماما اعتماده على اتنين ستة في نص الملعب دايما شفنا سيف شفنا مثلا أوفة شفنا طبعا روحة دونجة في الفترة الأولى في ثلاث ماتشات عملية التدوير كانت كبيرة ممكن نشوف عملية التدوير النهاردة ولا خلاص هو استقر على التشكيل الرئيسية بالنسبة له بعد الثلاث مباراة ورؤياته لمعظم اللعبين في نادي الزمالك أنا شايف أنه هو يستقر بشكل كبير جدا وده اللي خليه يكبره أنه هو على الاستقرار ده هو النادي الأهلي النادي الأهلي بنص الملعب القوي عندنا طبعا والتحولات لأن دايما النادي الزمالك عندهم نقطة نقطة ضعف ظهرة في الفترات الأخيرة وحتى مع المدارب الجديد لسه ما اشتغلش عليها بشكل كبير وهي التحولات من الحالة الهجومية أو سوريا من الحالة الدفعية للحالة الهجومية أو العكسة حتى دايما عند قطع كورة دايما بنلاقي يا كابتن أسامة عندهم مشكلة كبيرة جدا في الارتداد فأنت بتتكلم على إمام نتكلم حتى على مروان نتكلم على نص ملعب عندنا ممكن ينقل فريق بسرعة جدا مع سرعات طبعا برسيتاو أو الشحات وده المفاتيح اللعبة الكبيرة حيكبر النهاردة المدارب جومز أن هو يستقر على نص ملعب سابع وحتى يستقر حتى يعني زي متكلم أنا في اعتقادي روء أو دونجا حتى ممكن يزود نهاردة طبعا أو سيف مكان روء طبعا مع عبدالله سعيد سيف مش موجود في السفرية هو روء أو دونجا ده ستة أكيد أساسي بشكل كبير وعبدالله سعيد قدامهم أنا بتكلم عن نص الملعب لأنه هو هنا مفتاح اللعبة عندهم أو اللغز اللي هو ممكن ينطالق منه فالمعدلات التهديفية بالأرقام لآخر ثلاث مباريات عالية الاستحواز عالي حتى التزديدات على المرمى التزديدات على المرمى شوفنا بيصل لتلاتاشر تزديدة منهم سبعة مثلا أون تارجت الزمالك في ثلاث مواجهات لعب ما تشين في الدوري أمام الإسماعيلي وأمام الدخلية إسماعيلي مش في أفضل حالاته الدخلية بيصارع على الهبوط ومباراة في الكنفدرالية كانت في المتناولة وده كانت مباراة الزمالك الثلاثة مع جومز مزبوط وفي الثلاث مباراة دول إحنا قدرنا نقرأ بالأرقام هو بيعمل إيه حتى فلسفته والفنيات عنده في الملعب بيلعبها بالشكل دوت زي ما شرحت لحضرتك كابتن أسامة حتى العرضيات عنده زادت يعني إحنا بنشوف بيلعب بطريقة هجومية بيلعب دايما بيشوفه بالتكتلات دايما بيعمل التحولات يعني دايما تلاقي مثلا ناحية اليمين تلاقي خمسة ستة بيضموا مع بعض يلعبوا البصات القصير شرط باصص علشان يدى أن هو يحول ملعب ناحية تلدي طيب خلنا نشوف الحالات دلوقتي ونستعرض الحالات مع المحل الرقمي الأستاذ محمد الباز عشان نشوف بالكلام اللي هو بيقوله باللقطات معنا تعالنا نستعرض مع بعض اللقطات دي مباراة الداخلية خلينا نبدأ بشكل البلد أب عنده دايما البلد أب عنده دايما بيبدأ من الخلف اعتمادا على حسام عبد المجيد أو حتى المسلوسي ودايما بنشوف نص الملعب دايما شفناه بالشكل ده وتجابت نساما هتلاقيهم وفين دايما ثلاثة في نص الملعب أو أربعة وبيبدأ أن هو ينزل سواء كان روءة أو حتى سيف لما شارك في المباراة ده أو دونجة يستلم الكرة لو هنكمل بيستلم الكرة ونبدأ أن هو يغنق للفريق لقدام ده شكل تاني هتلاقي دايما في نص الملعب هتلاقي واحد بيزيد بينزلهم سواء كان سيف سواء كان مثلا روءة أو دونجة ويبدأ أن هو يستلم الكرة ده اللي كنت أتكلم مع حضرتك عليه دايما تلاقي تكتل من الفريق تجمع من اللعب في زيادة عددية في المكان في مكان واحد مظبوط في حامل الكرة هنا تلاقي دايما فيه خمسة ستة حواليه يعني لما نشوف اللقطة دي هتلاقي كم أبيض واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة في مكان اللي فيه الكرة مع نادي الزمال مظبوط وتلاقي أكتر من اتنين مثلا بيفتحوا زوايا تمرير وان ناحية الشمال خالص يعتمد بقى على مصطفى شلبي أو بيعتمد على ناصر مارفي إن هو ياخد المساحة في خلف خطوط الدفاع فده هو فكر إحنا شفناه مختلف فالتمريرات الكثيرة كتيرة قوي والتمريرات اللي إحنا شفناها مع الاستحواز ده طبعا بيدلل إن هو بيعمل ده هياخذني الحتة تاني لو النادي الأهلي في لعبة زي دي وقطع الكورة إيه اللي مفروض يعملوا لعبة النادي الأهلي في الحالة دي دايما لعبة الأهلي عشان كده منقول دايما لعبة الأهلي في ستة مروان وافتكاكل الكورة وقفلوا المساحات مع الترحيلات لازم نعتمد عليها بشكل كبير جدا عشان الترحيل هنا مهم جدا يعني عارف إن بيرسيتاو ما بيقولش بالأدوار الدفاعية بشكل كبير جدا في الشكل اللي احنا شايفينه ده فبالتالي حيب دور كبير جدا نهاردة على مروان في تغطية المساحات دي خلف اللاعبين طبعا إمام طبعا بشكل كبير حيشارك مع بداية المباراة وهو لعبة بوكس تو بوكس فحب ليه دور كبير جدا بعد شوية هنقول التشكيل وهنروح لزمينا كريم أحد وهيقول لنا تشكيلها تدي المباراة مظبوط فده دايما الفلسفة بتاعت المدرب الجديد بيبدأ إن هو يعملها بالشكل اللي احنا متكلم عليه ده وتتعكس في أرقام وفي آخر تلات مواجهات زي ما حدوتك ذكرت بالزر عموما شكل الزمالك عاملت زي في النحال مثلا على الصعيد المحلي أو الصعيد الأفريقي معانا بعض الأرقام بتوارينا نادي الأهلي وأمام نادي الزمالك على الصعيد الأفريقي نادي الأهلي معدلاته التهديفية عدد المباريات نفس الكلام من نادي الزمالك لو نستعرضها هنستعرض دلوقتي لإننا إحنا عايزين نقف على بعض الأرقام الفنية أنا ما شفتش فيها اختلافات كبيرة جدا معانا مثلا إحنا طبعا مش هنقارن دي مش مقارن يا كابتن أسامة دي بس مجرد مشوار الفريتين على الصعيد الأفريقي إحنا خلاص اتفقنا إن مباريات الأهلي والزمالك هي حالة اللعيبة ولا جهزة الفنية يوم المباراة إحنا نستعرض التاريخ دلوقتي نستعرض التاريخ ونتكلم مثلا على أرقام الفنية النهاردة نتكلم على ثمن مباريات حتى الآن للنادي الأهلي ثمن مباريات في طبعا دورة أبطال أفريقيا الزمالك في الكونفدرالية لاعب سبعة مباراة الأخيرة لسه ما تمش الحسم فيها الأهلي فاز في خمس مباريات ولا خسارة وفي ثلاث تعادلات ناحية الزمالك فوز في خمس لقاءات خسارة وحيدة وتعادل وحيد الاستحواز متقار ده في المباراة الأخيرة في أفريقيا 63% مقابل 61% مع الوضع في الحسبان إن بطولة دورة أبطال أفريقيا هي البطولة الأقوى من الكونفدرالية خاصة الكونفدرالية السندي في نسختها المقامة ما فيش حد أو ما فيش فرق من دورة الأبطال اللي بتخرج بتترحى الكونفدرالية فحنا السندي ده وضع يعني الأرقام مع الوضع في الاعتبار إن دورة الأبطال هي البطولة الأقوى الأقوى طبعا من ناحية التنافسية من ناحية الخصم والأداء لا مختلف تماما وحتى الكيمة التسوقية يعني نكمل الأهداف المحرز الأهلي أحرز 13 هدف الزمالك أحرز 12 هدف استقبل أربع أهداف النادي الزمالك الأهلي ما استقبلش الهدف وحيد بيدلل طبعا على الكوة الدفاعية والصلابة الدفاعية عندنا وحارس المرمى شوفنا مصطفى شبير وتقلقه في آخر ثلاث مواجهات شباك نظيفة يعني إجمالية عندنا وصلنا لسبعة شباك نظيفة النادي الزمالك أربعة الهدف المتوقعة أو الـ XG كان الأهلي ممكن يحرز 25 هدف النادي الزمالك 21 الأسست 9 مقابل 8 الأهداف المستبلة ده هياخدني النقطة معاك أن أي فريق بيبحث عن بطولة لازم يبتدي من نواحي الدفاعية قبل نواحي الهجومية النهاردة غياب عنصر مهم زي ياسر إبراهيم لكن عندنا سيكة كبيرة في محمد عبد المنعم عندنا سيكة كبيرة في رادي ربيعة خالد عبد الفتاح لعب في المركز ده شوفنا عمر كمال لعب في برات البلدية في المركز ده صحيح صحيح وإحنا عندنا الحمد لله عندنا فيه فرايتي زي ما بيقوله عندنا تنو عندنا لعبة في كل مركز أكتر من لاعب يقدر أنه هو يكون على قد الحدث واللقاء ده بالنسبة لصناعة الفرص الحقيقية النادي الأهلي من أكتر الفرق طبعا في أفريقيا أو خلق فرص حقيقية وصلت ل22 فرصة والأهداف المتوقعة المستقبلة لإكس جي كان ممكن يصل أن النادي زمالك يدخل فيه تسع أهداف نادي الأهلي نفس الكلام الركنيات بالمباراة الأهلي بيصل لست يعني متقارب يعني من ناحية الهجومية هنا بقى من ناحية الركنيات من ناحية التسديدات تبص على الأرقام تلاقيها متقاربة الأهلي بس بيفوق عن النادي زمالك فيه التسديدات على المرمى بيصل لستاشر تسديدة فيه المباراة ناحية الثانية النادي الزمالك تسديدة يعني بدقة 73% ده شكل الأرقام كده يعني في الصعيد الأفريقي يعني بالنادي الأهلي والنادي زمالك متقاربين استعادت الكورة نفس الكلام البركافري النادي الأهلي 60 مرة في المباراة الوحدة ده بيقولك ويدلل كده ان الجيجن بريسنج او ان احنا مثلا الضغط العكسي لاسترجاع الكورة عالي عند الفرقتين فبالتالي ده بيعتمد على قوالك عالي جدا من اللاعبين ان هما يستخرجوا الكورة بسرعة دي من نواحي الدفاعين قبل ما تكمل ارقامك بس بداية المباراة بتكون مهمة توقعك النهاردة لبداية المباراة بين الأهلي والزمالك هل هنشوف فريق بينزل يضغط من الأول ممكن للأهلي النهاردة كولر كطريقة المعتادة ينزل يعمل ضغط على نادي زمالك بداية المباراة ولا هيسيب لهم الكورة في الاستحواز في التلت الأخير في ملعبهم وبعكاية يخلق المساحات جميز هل النهاردة أول مباراة قمة ليه هينزل ضغط وهيبدأ يفاجئ نادي الأهلي وهيكون عنده تحفظ رأيك في النقطة دي ايه أنا شايف أن مارسل كولر حيلعب بطريقة لعبه العادية اللي احنا نعودنا عليه مش هيغاية شفناها حتى على مستوى الأفريقية حتى في كاس العالم للأندية تمام ريال مدريد يعني هو طريقة لعب فلسفة معروفة الضغط العالي والاستحواز والاستحواز البساطة الكثيرة اللعبة بتقدر أن التمديرات تبقى سهلة الاعتماد على مفاتيح اللعب من الاختراكات سواء كان من العمك أو من الأطراف استخدام طبعا مروان استخدام طبعا حسين الشحات ومهراته رجل جناح انسايدر بيقدر أن هو يقطع ويخش الجوة نفس الكلام لا أنا أشوف مارسل كولر هيبدأ بطريقة المعتادة الضغط العالي الاستحواز خلق الفرص كالعادة تهديد بالتزديدات على المرمى ناحية تانية جمز أعتقد حيلعب شوية يعني في سنة التحافز لسه بيقرأ الخصم أول مواجهة أول قمة ليه اللعيبة فيه معظم اللعبين أول قمة ليهم أول مشاركات ليهم أول عندهم خبرات كبيرة جدا ولكن أنا أعتقد أن هو حيلعب بلو بلوك أو ميت بلوك من ناحية الزمال الجمز علشان يبدأ أن هو يمتص الضغط العالي بتاع مارسل كولر ولعبته عندك أرقام تاني؟ يعني هو من ملخص الأرقام الأهلي بتفوق من ناحية الهجومية من ناحية التهديفية السقة العالية مواجهات كبيرة منافسات كثيرة النادي الأهلي في آخر 3-4 شهور ما بين كاس عالم ما بين كاس سوبر يعني بطولات كبيرة جدا وبطولة أفريقيا حتى الدولة المصر آه ما لسه ما لعبناش كتير ولكن الأهلي بلا خسارة وده من أهم الأرقام اللي بتقولنا كابتن أسامة أن نحن نملك دفاع متميز جدا حارس مرمى متميز جدا وناحية التهديفية وصناعة الفرص أرقام ضخمة جدا كلها لصالح النادي الأهلي أخيرا من من لعب الزمالك النهاردة يعني بتوصي لعب النادي الأهلي خلي بالكم اللعيب ده بص يا كابتن أنا شفت أن دونجا وروع بلعبه ستة وهو أنا أعتقد هتمدى عليهم بشكل كبير جدا ممكن يبدأ الشكل الأقرب بشكل أقرب أنا بشوف أن اللعيب الاثنين دول شفت مبارات الداخلية كان بلعبه مان على عبدالله السعيد عبدالله السعيد كان دايما بيجبرون أنه هو ينزل تحت خالص أنه هو حتى يستلم الكورة ودايما كان بالضغط عليه بيولد طبعا ميس باس أما دونجا وروع النهاردة هلعبه دور كبير جدا مع عمر جابر اللي هو الباك اليمين في الخروج بالكورة تدرج بالكورة وحتى صناعة اللعب لأن طبعا سيكون فيه أمان على عبدالله السعيد على زيزه بشكل كبير جدا مع الترحيلات وقفل عليهم بشكل كبير فبالتالي الاعتماد دايما سيكون من الخلف للأمام عن طريق اللعبة اللي احنا قلنا عليه إذن هيكون فيه مباراة تانية في وسط الملعب صحيح هو ده النهاردة مفتاح اللعبة كلها نص الملعب سواء عند النادي الأهل وعند النادي الزمالك هي كلمة السر اللي حيتفوق في الفوز بنص الملعب ومن ناحية الاستحواز بلضب نقل الفريق وقفل المساحات هو ده اللي حيكون ليه كلمة العليا النهاردة وأنا بشوفها أن النادي الأهل مستقر في الفترات الأخيرة ومبارات الأخيرة من ناحية نص الملعب بشكل كبير جدا بل عندنا تنوع أكبر النادي الزمالك عنده تنوع في صناعة اللعب بشكل كبير جدا سواء ناصر أو سواء حتى عبدالله السعيد مع نزول زيزو ممكن يشكل بعض الخطورة ولكن الكوة الأكبر في افتكاك الكورة وقفل المساحات عند النادي الأهلي مع التحولات السريعة فالتحولات السريعة النهاردة قد تكون نقطة قوة عند النادي الأهلي وتشكل نقطة ضعف عند النادي الزمالك لأنه لسه معالجهاش بشكل كبير كده شرفتنا ونرفتنا بس شكرا كابتن السامة وكل التوفيين نهاردة بإذن الله بإذن الله